أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم وليوسنكم وليوسنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون واجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمني وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تترك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا يوقظون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات رب إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمك إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مربدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أذراجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولنما يدعون سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطون إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تدفرون اليوم نختب على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردعون ومن نعمر من الكسف في الخلية فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لهم إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ينونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذلل لها لنا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك أولهم إنا نعلم ما يسررون وما يولنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي ربيد قل يحنيها الذي أعاشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالصبح على الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدد الله عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا قرير مولا قلام عجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرما يا الله ہم سب کی خطائم عام فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافت بلیات سے محبوظ فرما مولا قریب جن لوگوں کے رشتش نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جائد قید ہیں مولا قریب ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں قبول فرما دعائیں قبول فرما يا الله میرے دادا مرکوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلابت قصد کے ہیں مولا بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں علی مقام عطا فرما مولا دعا قبول فرما يا الله جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسی تلابت سنی ہے مولا اس کے تمام مقصد پورے فرما جائز کاربار میں دکان میں مقام میں زندگی میں برکتیں عطا فرما مولا دعا قبول فرما اللہ تقبل بلنا انکا انت السمیم العلیم وتبع علینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه والمور ارشیه مولانا محمد وعلا آبه وعلا شحابه اتبعین رحمتك يا رحمین اقلا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلت اللہ تعالی علیك وسلم سنسان 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 سنسان